واحد من قمم الكرة المصرية الاسماعيلي والاهلي في لقاء نجح الاهلي ان هو يكسبه اتنين واحد وبيغيب فوز عن الاسماعيلي من 14 سنة الاسماعيلي مش عارف يكسب الاهلي النهاردة الاهلي بيكسب اتنين واحد عشان يعود خسارته في الجولة السابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمضي قدما في محاولة الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز اللي احرازه المسلم اللي فات بداية التسجيل كانت عن طريق بيرسيتاو تزديدة خبطت في مدافع الاسماعيلي وسكنت شباك احمد عادل عبد المنعم بعد كده يجي امام عشور عشان يسجل الهدف التاني وهنقف عند امام عشور وهنقف عند مصطفى الشبير وهنقف عند علي معلول هدف من احلى واجمل اهداف الدوري السنة عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي حاول ان هو يقلل الفرق وبالفعل ركلة جزائية احتسبت لصالح النادي الاسماعيلي حرزها عبد الرحمن مجدي اللي اعضاع اكتر من فرصة هو ومهاجمه الاسماعيلي زاد عنها ببسالة من قطعة النظير مصطفى الشبير وده بداية كلامنا مصطفى الشبير يا جماعة خلال الفترة اللي فاتت وتحديدا في اللقاء اليوم اللي هو اخد فيه منوف دا ماتش رجل المباراة بيطلع نار من بقه اختبوط بالمعنى الحرفي للكلمة مفتكرشي مفتكرشي على حسب ما انا يعني ذهني يكون حاضر ان انا شفت طلع لحارس مرمى صغير في السن زي مصطفى شبير بنفس الجودة بنفس التميز بنفس العنفوان بنفس الانفجار بنفس الشخصية والعقلية اللي انا شايف فيها مصطفى شبير حرفيا بيطلع نار من بقه اختبوط بالمعنى الحرفي لكلمة خاصة في كل الانفرادات والكور القريبة النهاردة شال اكتر منكورة في منتهى الصعوبة اللي في الدنيا وهو فعلا وحش في الانفرادات اخر اللقاء اخر 3-4 دقايق كورة لندر فرج في منتهى الصعوبة كورة صعبة اوي 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 ونزولوا ليها بايد واحدة بايد اليمين وفردة جسم وطبعا انا يعني مش حارس مرمى بس نزولوا بالتكنيك ده وانه ينزل ايديه وايد اليمين يروح بايد واحدة بالفردة الجسم دي ويطلع الكورة ودي واحدة اختها بس بالشمال في الشرط الاولاني بس يمكن التانية اصعب وتوقيتها اصعب وتوقيتها اخطر ويمكن ده الوقت اللي كل جمهور الاهلي بقى خايف منه الفترات اللي فاتت لانه اكتر من وقت واكتر من مرة بيخش الاهلي بيخش في الاهلي اهداف في التوقيتات دي في اللقاءات الاخيرة فبقى التوقيت ده توقيت بايخ بالنسبة لجمهور الاهلي بيجي مصطفى شبير يا طالق اهي الكورة دي لحضراتكو عليها كرة صبدة صعبة جد يعني صعبة جدا 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 مسافة قريبة رايحة في حتة صعبة جدا بينزلها بتراي فوق العشرة من عشرة وارجع واقول تاني وقلتها قبل كده التميز اللي فيه مصطفى شوبير ده ماينفعش تاخده في منطقتين المنطقة الاولى ان انت تنتقص من قدر محمد الشناوي اللي هو حارس مرمى الاهلي الاول وحارس مرمى مصر الاول لان ساعات احنا بنقع في خطأ كده عشان نشيد بحد نخفز بحد تاني وده لا يجب ولا يصح بالعكس على جمهور الاهلي وجمهور مصر والجهاز الفني في النادي الاهلي انه يبقى فخور وفرحان انه بقى في الاهلي فيه حارسي مرمى كبار جدا دي مشكلة جميلة وحلوة لأي مدير فني زي مرسيل كلر انه عنده اتنين مميزين جدا 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 وبقى متطمن انه فيه اي ظروف ممكن تحصل للحارس الاول هو الشناوي يبقى عنده وحش موجود اسم مصطفى شبير الحاجة التانية وقلتها قبل كده ويمكن بكررها انه عليك ألا تخلط ما بين احمد شبير ومصطفى شبير انت بتحب احمد شبير ما بتحبش احمد شبير بتستسيغ احمد شبير لا تستسيغ احمد شبير عندك مشكلة شخصية مع احمد شبير ما عندكش مشكلة شخصية مع احمد شبير من الظلم والغبن ان انت تحط الاتنين في كفة واحدة افصل تماما لأن الشخص ده الراجل ده اللعيب المميز جدا جدا ده اللي هو مولود نجم بشخصية وعقلية مميزة اللي اسمه مصطفى شبير يستحق الإشادة بيه يستحق الدعم يستحق الثناء بأداءه وموهبته ومرضوده الفني مش عشان أي حاجة تانية وأي لعيب صغير بيتميز بهذا الشكل بيؤدي بهذا المرضود احنا بنكون في ظهره أكتر من أي لعيب تاني لأن احنا بنفرح بأي لعيب صغير يطلع بشكل جيد بشكل مميز لأن ده ما بقاش كتير الفترة اللي فاتت ارجع كده وفتكر مين اللعيبة الصغيرة اللي طلعت باستمرارية خلال الفترات اللي فاتت فرحنا جدا من سنتين لما طلح حسامة عبد المجيد وطلع سيد نمار وطلع سيف جعفر وطلع يسف حسامة نبيه مين مكمل فيهم دلوقتي؟ أعتقد مش لغير حسامة عبد المجيد عشان كده بنفرح وكمن قبليها بنفرح بعفرط وأحمد شكري مين كمل؟ مش هتلاقي كتير عشان كده بنتمنى أن اللعيبة الصغيرة المميزة اللي زي شبير اللي هو بالتأكيد واحد إن لم يكن أبرز نجوم الأهلي خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا قولا واحدا النجم الأول ونجم الشباك في الأهلي خلال الفترة اللي فاتت رجل تطلع بسبع عكلين شيد في أفريقيا منهم أربعة خارج الأرض وقدام مين؟ مش قدام يعني فرقة حلق حوش لا ده قدام مازنبي قدام شابب الأزداد وقدام فرق كبيرة يعني فرق من كبار أفريقيا فيحيى مصطفى شبير يتم الثناء والتقدير على طلعته دي نتمنى له الاستمرارية لأن بالتأكيد لسه قدامه كتير وكتير لكن بالتأكيد برضو هو أهم نجم في الأهلي خلال الأيام والأسابيع والشهور القصيرة الماضية بأداءه واجتهاده وشخصيته وعقليته اللي واضح أن هي فعلا جدا 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 مميزة